موسيقى أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الحلقتين اللي مضت تحدثنا عن بعض تصريحات مصطفى الكاظم اليوم أيضا نتحدث عن تصريح له أو ما كتبه من مقال مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالا قالت هذا لمصطفى الكاظمي وكتوب عليه اسمه طبعا عندما تقرأ المقال سيكون لديك حكم واضح أما أن يكون المقال مكتوب بلغة عربية والذي ترجمه لا يعرف الترجمة ترجمة ركيكة وبالتالي يظهرها مهلهلا أو مكتوب بلغة إنجليزية يعني مهلهلة غير قادرة على التعبير وصاحبها لا يدرك يعني لا يمتلك قدرة على الكتابة باللغة الإنجليزية فبالتالي مقال مهلهل عموما لا يهمنا هذا الموضوع بقدر ما يهمنا ما قاله مصطفى الكاظمي هو أيضا ذاهب قبله يعني نشر قبله أن يذهب إلى مؤتمر جدة مؤتمر جدة اللي حضر الرئيس الأمريكي بايدين وقادة الدول الخليج وبعض القادة العرب وجرى به الحديث كثير يعني المهم من ضمن ما قاله في هذا المقال ما كتبه قال سأمثل عراقا قال مصطفى الكاظم رئيس الوزراء الحالي قال سأمثل عراقا متعافيا أقوى في قمة جدة هذه العبارة التي نقف عندها لعنى من كل المقال بس هذه ربما لسوقفتنا سأمثل عراقا متعافيا أقوى في قمة جدة وين هذا العراق المتعافي يعني بعد عشرين سنة هل العراق يجده مصطفى الكاظمي متعافيا إذا كان مصطفى الكاظمي يجد الحال الذي فيه العراق تعافي وقوة فهذه كارثة إذا كان مثلما يعني نعود إلى القول المأثور إذا كنت تدري فتلك المصيبة وإذا كنت لا تدري فالمصيبة أعظم إذا كنت تدري أن العراق يعني في هذا الوضع والسيء والخراب والدمار وتحدث عنه أنه متعافي وقوي هكارثة كبيرة أما إذا ما تدري وأنت تتحدث عنه أن العراق قوي ومتعافي فالمصيبة أكبر أنت لا تستطيع أن تخرج من المنطقة الخضراء يا رجل يا رجل الميليشيات تتصارع وتستعرض في الشوارع السلاح في كل مكان الاقتصاد منهار الفساد في قمة الفساد العراق واحد من أكثر دول العالم أكثر عشرين دولة في العالم فسادا منذ عشرين سنة لحد الآن يعني المرتبة الأولى العراق أكثر دول العالم طارد للكفاءات والقدرات والعقول العراق أكثر من عشر ملايين عراقي من خيرة كفاءاته من خيرة أبناء غادروا العراق فيه 12 مليون تحت خط الفقر فيه 15 مليون عاطل عن العمل فيه 7 ملايين مدرسة ملايين موظف عن ماذا تتحدث العراق ليس فيه لا صناعة ولا زراعة لا يصنع ولا يزرع شيئا العراق لي حد الآن بعد عشرين سنة بلا كهرباء بلا ماء صالح للشرب بلا مستشفيات بلا خدمات شون القوة هذا التعافي شينهم والقوة شينية فوضى عارمة في كل مكان عشرة الشهور صار من سويته انتخابات سميته مبكرة لحد الآن مشكلته حكومة صراعات بين الميليشيات والعصابات وما تسمى أحزاب وكل يوم متسريبات وحد شيء غريب عجيب يظهر للعالم ويسمعون توعدات واحد حاكم العراق 8 سنوات وإذا به بلغة ميليشيوية تحدث إلى العالم ألم لي 2001 من بني مالك يحموني بالرصاص وأقاتل وهذا زمن القتال هذا العديد والحكومة ساكتة وأنت ساكت والشعب في حير وفي خوف ينتظر الغد مثل النار محاط بالنار بأسوار من نار العراق وأهل العراق هؤلاء اللي حولتوا بلدهم إلى مقبرة من الفساد والخراب والدمار والقتل والدماء مدن كاملة مدمرة هذا الجنوب كل مدمر النفط يذهب وتأتي الأموال وتذهب إلى جيوب الفاسدين العراق مملوء بالمخدرات والأدوية الفاسدة والخراب والدمار أي استبيان للشباب يقول أنه أول أمنية لها أن يغادر العراق العراقين ماتوا على حدود بيلاروسيا وبولندا عن ماذا تتحدث؟ أي عراق متعافيا هذا الذي وأقوى الذي أنت ذاهب تتمثل؟ غريبا استغفر الله يعني وبعدين بعد أن ذهب يعني الكاظمي إلى وجرى اللقاء قالوا وجرى اللقاء ثنائي بينه وبين بايدين وإذا بالبيان المشترك يقول يؤكد على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة هذا بيان المشترك بينه يعني بعد اجتماع بايدين مع مصطفى الكاظم أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تستجيب لإرادة العراقين أي عراقيين اللي تستجيب لإرادتهم والعراقين كلهم مشاركوا بهذه الانتخابات 85 إلى 90% مشاركوا وخل نفترض 15% اللي شاركوا أكثر من نصفهم طلعوا تيار الصدري اللي بوقع هم هذول اللي يشكلون الحكومة اللي يتمثل إرادة العراقين أي إرادة للعراقين في هؤلاء العراقين خرجوا عليهم ثورة تشرين وكلها بالثورات الباقية قتلتوهم بالرصاص واعتقلتوهم قتلتوا ألف شاب من أجمل الشباب وثلاثين شاب ثلاثين ألف شاب يعني معوقين وقسم من عدن في ألمانيا وعدتوهم بالعلاج الآن في الشوارع مرميين ويتمتوا عوائل الكلام يتحدثون عن حكومة أهمية تشكيل حكومة يتعبر عن إرادة العراقين في هذا واحترام ديمقراطية العراق واستقلاله أي ديمقراطية واستقلاله وبناء اقتصاد عراقي متنوع ومكافحة الفساد لإعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية العراقية ودعم النمو الاقتصادي الله أكبر هذا كله كلام إنشائي عيب هذا العراق كله مفتقده كله ما موجود به هذا كله العكس بالضبط الصورة المعاكسة جدا موجود به بدل اقتصادك وخراب بدل النمو بدل الأمانك وخوف ورعب وفوضى أمنية وإعتقالات وقتل وجثث ومصيبة وبعدين أنت تستغرب واحد من القادة العرب يقول للمالكي مصطفى الكاظمي يقول متفائلون بما حققه العراق في الفترة الأخيرة من أجل تحقيق الرخاء والاستقرار هل هذا كلام صحيح؟ يعني لا أدري إذا كان هذا الكلام هو بالنص اللي نقله بس نقلته وسائل الإعلام كله تقول أنه قال هذا المسؤول العربي للكاظمي قال متفائلون بما حقق العراق في الفترة الأخيرة من أجل تحقيق الرخاء والاستقرار لشعبه يا استقرار ويرخاء لشعبه أنتم تعرفون ماذا يجري في العراق؟ أنتم تعرفون كيف ما هو شكل التعليم ما هو شكل ما هو شكل هذا كل جزء من هذا الكلام فكيف يمكن أن يعقل هذا الكلام ومرة أخرى نقول حدث العاقل بما لا يعقل فإن عقل فلا عقل له هذا وقع الحال لا يمكن قبول هذا الكلام هذا الكلام نعم حتى لو صمم للتضيح لكن حتى لو تصمم لهذا الغرض فإنه يعني عاقل وباطل لا يمكن أن تضلل به أحدا غلط لا يمكن يعني شعب العراق عندما يقرأ هذا التصريح يضحك يضحك أو يبكي والله يبكي يبكي لأنه يعني يصورون الحال غير الحال يصورون حال العراق غير الحال هذا أما أن تبنوا لكم كمون بالعراق وتبلطون كم شارع وماعرف منه وتقشمرون على عالم يعني هذا العراق مزدهر العراق اللي فوق الصناعته وزراعته واعتماده على نفسه وقدرته وعقوله وكفاءاته وقدراته ونهوضه واللي صار ساحة لصراعات الدول الأخرى والميليشيات والعصابات وأجهزة الاستخبارات وتغول إيران به والميليشيات وسياسات اللي متعرفها وين متجهها لا سياسة عامة ولا سياسة اقتصادية ولا سياسة اجتماعية والتمزق اجتماعي والعشائر لديها طائرات مسيرة وتضرب البدفعية ويومين متكونين هذا واقع الحال ومتاجرة بالأرضاء ومتاجرة بالعراق صار بلد التجارة بالمخدرات وبالأدوية الفاسدة لا مستشفيات وأي مريض يتعارج بالخارج لأنه ما عندها مستشفيات مستشفيات أماكن للموت من يدخلها مفقود من يخرج انها مولود أو محمول على خشبة ليذهب إلى المقبرة هذا واقع الحال فبالتالي لا ينكم قبول هذا الحديث أشكركم أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة